أعلن كاتب سعودي أنه أوقف عن الكتابة في صحيفته ملقياً باللوم في ذلك على وزير الإعلام والثقافة السعودي عادل الطريثي وكان هذا قد ألقى قصيدة في مديح الأمير خالد الفيصل قال إنه هو الذي أعدها دون أن يشير إلى صاحبها الشاعر المصري أحمد شوقي الكاتب السعودي حسين بافقيح يقول صدر عدد السبت من صحيفة مكة وغاب عنه مقالي الأسبوعي والسبب عادل الطريثي يوقف حسين بافقيح من ناحيتها نفت وزارة الإعلام والثقافة على لسان المتحدث باسمها علاقتها بهذا الأمر وهو ما وصفه بافقيح بالكذب تلاسن مصريون وسعوديون على موقع تويتر عندما ربط بعضهم بين مسألة الوزير الشعودي ومسألة تيران وصنافير السيطف الساقر السيطف شكرا